بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء السادة الحضور الكريم باسم رجال الجيش التاني الميداني أرحب بسيادتكم بإحدى قلاع العسكرية المصرية جيش النصري أو الشهادة جيش التضحية والفداء وبهذا الحضور الكبير من الأجهزة التنفيذية للدولة ورجال السياسة والثقافة والفن والإعلام المصري الشقيق والضيوف الأجاني وشيوخ عواقل سيناء لقد تربى رجال الجيش التاني الميداني كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وضحوا بأنفسهم فداء للوطن عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية ولا يدخل جهداً في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشاري السيد رئيس مجلس رزرافة خلال السنوات العشرة الماضية كان الجيش الثاني الميداني مدعوماً من القيادة العامة لقوات المسلحة وأفرعها الرئيسية والقوات الخاصة وبمشاركة العديد من أهالي سيناء ورجال الشرطة المدنية البواتر متدرعين بالإيمان ورابطين الجيش وجامعهم على قلب رجل واحد قاتلوا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس حتى تغلبنا عليه وتم تطهير سيناء من دنسه وبراصله وأثناء تنفيذ هؤلاء الأبطال لمهامهم القتالية كلفنا بتأمين الشركات المدنية المنفذة للعديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنى التحتية لسيناء إضافة لأعمال القتال المخططة واليوم وخلال تشريف سيادتكم لنا يستمر هؤلاء المقاتلين في تنفيذ أعمال التطهير للأرض من بقايا العبوات النسفة التي سبق وضعها بواسطة العناصر التكفرية حتى نتمكن من حماية أرواح المواطنين وتحركاتهم وممتلكاتهم وكذا الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء والمصدق على تنفيذها من القيادة السياسية والتي نحن بصددها أو بصدد إطلاق إشارة البدء من سيادتكم اليوم السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نستلهم حضور سيادتكم وهذا الجمع الكبير ونتقدم بالتحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال والمصابين وكل من شارك في هذه الملحمة وهذه المهمة من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء الشرفاء على ما قدموه من بطلات وتضحيات وفداء والتي لو لاها ما كنا هنا اليوم وأيضا لنطمئن سيادتكم والحضور الكريم أننا مرابطين لحماية أمن مصر القوم بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشارعي كما أمر السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعليمات القيادة العامة لقوات المسلحة وأدعو الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة من كل سوء وأن يدئم عليها وعلى وطننا الغالي أمنه والسكرار وأن تظل القوات المسلحة الدرع والسيف والحصن المنيع لمصرنا الغالية تحت قيادة السيد فريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتحيا مصر عزيزة أبية سالمة مرفوعة الرأس والآمة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته